موضوع الأراضي بصفة عامة موضوع متشعب جدا ولوه أكتر من ناحية وهو ده اللي مخليه موضوع حساس جدا من ناحية وموضوع شائك من ناحية أخرى ففي نواحي قانونية زي ما حدرتك عارف اللي تطرق لها زملاء قبل كدهو في المقطع ده إن العقد شريعة المتعاقدين فبالتالي إذا كان في تعاقدات تمت ما بين الحكومة وتمت ما بين مستثمرين فلازم الناحيتين يلتزموا بيها يعني من ناحية الدولة لما تعاقدت سواء كان الماضي على العقد وزير الاستثمار أو وزير الإسكان أو غيره فهو مضى عن دور معين مش عن شخص معين والشركة في نفس الوقت اللي تعاقدت تعاقدت بالتزامات معينة يعني بسعر معين وبجدول تسليمي معين بمعنى إن ملفات الأراضي بصفة عامة وعقود الأراضي بصفة عامة دايما بيتحط فيها تاريخ محدد للانتهاء من المشاريع المهلة دي أوقات بتبقى أربع سنين أوقات بتبقى خمس سنين وهكذا فالمستثمر ملتزم إن هو يقدم المشروع اللي هو تعاقد عليه في خلال فترة زمنية معينة في حالة التقاعص بقى في حالة التقاعص لازم يبقى فيه طريقة معينة سواء كانت سحب أراضي سواء كانت مد مهلة سواء كانت توقيع غرامات لكن لازم يبقى فيه طريقة في التعامل مع هذا التقاعص كل حالة لازم تدرس بذاتها صعب التعميم أعتقد إن من أهم الحاجات لإن ملف الأراضي له أيديولوجية عالية هو مش ملف اقتصادي بس وهو مش ملف قانوني بس لكن فيه الأيديولوجية العالية بتاعت إن ده أرض الوطن وإن ده خير الوطن وإنه لازم يعوم على جميع المصريين وإن فيه أزمة إسكان في مصر وإنه لازم نوفي بيها وهكذا دكتورة هذه كلها نقاط جوهرية يجب التوقف عندها لكن المشكلة يمكن أنه ليس هناك طرف مصري مع طرف مصري هناك طرف مصري بائع مع طرف عربي طرف أجنبي وهذا الطرف الأجنبي بنهاية الأمر هو استثمر لجني عوائد مالية يعني مع احترامنا طبعا للشعور الوطني وضرورة طبعا إفادة المواطن المصري برأيك هل الحل هو ببطلان هذه العقود أم إعادة النظر بتقييمة وربما الطرف الشاري والطرف البائع قد يتفقان ويصلان إلى حلول مرضية للجميع دون الدخول في متاهات المحاكم التي ستأخذ وقتا ومالا وقد لا تصل إلى النتيجة المرجوة أكيد اللي حررتك بتقوله عندك حق فيه مية في المية الأواضي والمحاكم مضيعة للوقت مش بس مضيعة للوقت وللمجهود بتبدد الثقة اللي إحنا عايزينها تبقى موجودة في الحكومة بتاعتنا في المرحلة الانتقالية اللي البلد بتعدي فيها دلوقتي مصر مصلحتها أنها تكتذب رؤوس أموال جديدة تكتذب استثمارات جديدة مش أنها تخوف المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين فبالتالي أول نقطة في التفاوض يعني أنا أعتقد أن التفاوض هو الحل السليم وأول نقطة في التفاوض ده هو الإقرار بمصلحة الطرفين يعني مصلحة المستثمر زي ما حدرتك قلت لازم بيحقق منها عوايد المستثمر مش مصلحة خيرية جاي علشان يعني له عائد معين وربحية معينة ودراسات جدوى معينة هي اللي بناء عليها دخل الاستثمار ده ده حاجة لازم نقر بيها كأول حاجة وإحنا دخلين مرحلة التفاوض من الناحية الثانية الحكومة لها دور اجتماعي معين ودور اقتصادي معين وأولويات معينة لازم برضو تحققها في زل المعطيين دولة في عائد بيربط الاتنين أعتقد أن لو الجوانب كلها قعدت مع بعضها وحصل تفاوضات على مستوى عالي من الفكر وعلى مستوى توافق عالي من أن التوصل لحل يردي جميع الأطراف حيبقى أحسن لمصر وحيبقى أحسن للمستثمرين برأيك هذه اللجنة التي تمثل الحكومة المصرية الجديدة حكومة ما بعد الثورة هل الأولوي برأيك هي المكسب السياسي من خلال هذا الموضوع لكي تكسب ثقة الشارع المصري على حساب المستثمر أم لا تريد كسب ثقة المستثمر بالفرص الموجودة في مصر الآن وبعد ذلك في القطاع العقاري وغير من القطاعات لما هو مصلحة الشعب المصري على المدى الطويل وأيضا مصلحة العلاقات التجارية والاستثمارية خاصة مع منطقة الخليج وكما تعلمين المملكة العربية السعودية في مساعدات بطريقة لمصر في دول خليجية أخرى أيضا يعني الأمور ليس متشابكة الأمور تقرأ من أكثر من منظار أكثر من أنجل يجب النظر إليها الموضوع شائك بالزبط علشان كده علشان فيه توازنات كتيرة لازم تتحقق مفيش أبجيكتف واحد مفيش هدف واحد محدد هو اللي لازم يوصل له التوازنات دي لازم تتعمل لازم نحترم القانون ولازم نحترم التعاقدات ولازم نحترم المستثمر الأجنبي لأن المستثمر الأجنبي قاطرة مهمة في عجلة التنمية اللي مصر محتاجاها في الوقت الحالي لازم نحترم النواحي الاقتصادية بتاعة المشاريع التي تقدمت والنحية السياسية والأيديولوجية مهمة جدا في الوقت الحاضر لأن سيقة الشعب لازم تكتسب من ناحية ولازم الشعب يبقى متطمن أن الحكومة فعلا بتقوم بكل ما تقدر عليه لتحقيق المصالح بتاعتها اللي أهضرت لفترات طيب دكتور السؤال الأخير علشان ده يحصل اللجنة اللي لازم تتعامل يعني هي آخر نقطة أن اللجنة اللي لازم تتعامل دي مش لازم يبقى أعضاءها بس أعضاء من الحكومة لازم يبقى فيها خبراء عقاريين لازم يبقى فيها ناس مندوبة عن المستثمرين الخارجيين والداخليين كمان